السلام عليكم أصدقائي تحية طيبة في هذا الفيديو سوف نتكلم عن إجازة عيد الفطر يقال يعني على حسب 90% سيكون عيد الفطر الأسبوع المقبل يعني يوم التلتاء الرابع من شهر 6 يعني التلتاء الرابع من شهر يوني يعني الرابع لا نعرف هل الرابع أو الخامس لكن يقولون غالبا عيد الفطر هو الرابع من شهر 6 سوف نتكلم في هذا الفيديو عن إجازة عيد الفطر كيف تقدمون لإجازة عيد الفطر بالنسبة لكم كيف تقدمون لإجازة عيد الفطر بالنسبة لأطفالكم ما هي المقاطعات التي تعطي إجازة عيد الفطر للأطفال وما هي المقاطعات التي يجب الواحد أن يقدم على طلب كتابي للإدارة سأعطيكم أيضا الطلب الكتابي تقومون فقط بنسخه وتقديمه إلى الإدارة وبالنسبة للناس البالغين الناس التي تعمل الناس التي تذهب إلى مدرسة الناس التي تذهب مثلا إلى مصنامة إلى أخره جوب سنتر إلى أخره سوف نتكلم فلنبدأ على بركة الله بالنسبة سوف نبدأ بالأطفال وبعد ذلك نمر إلى البالغين على حسب يقال بأنه إن شاء الله عيد الفطر هو يوم الرابع من شهر ستة المقاطعات التي تعترف وتعطي عادي من غير طلب من غير أي شيء فقط الطفل يخبر المعلم أو يخبر المعلمة أو تخبرونا بشكل عادي المدير كي يعرفوا بأن طفلكم طفل مسلم يستطيع أن يأخذ إجازة عيد الفطر هي مقاطعة هسن مقاطعة هسن التي توجد فيها مدن فرانكفورت مدن فيسبادن مدن كاسل هذه المقاطعة وزارة التعليم أعلنت بأن الأعياد الإسلامية توافق الأعياد المسيحية وبذلك يحق للطفل دون أي تقديم لطلب كتابي أو أي شيء يحق للطفل أن يأخذ إجازة عيد الفطر إذن إذا كنتم تسكنون في مقاطعة هسن أطفلكم يذهبون إلى المدارس يستطيعون أن يأخذوا إجازة عيد الفطر يوم الثلاثة لكن خبروا أيضا الإدارة كي تعرف كم يوم سيغيب الطفل وهل طفلكم أيضا طفل مسلم هناك أيضا ثلاث مقاطعات أخرى يكفي فيها فقط أن تخبروا المدرسة بالنسبة لأطفالكم وتعطي أطفالكم أيضا عادي إجازة عيد الفطر يوم الثلاثة إن شاء الله هي مقاطعة ومدينة بريمن مدينة هامبورغ ومقاطعة هامبورغ ومدينة بيرلين ومقاطعة بيرلين هذه الثلاثة بريمن هامبورغ وبرلين لا تحتاجون إلى طلب كتابي فقط تخبرون شفاويا تذهبون يوم الاثنين إلى المدرسة وتخبرون شفاويا المعلم أو المعلمة أو المدير بشكل شفاوي عندنا يوم الثلاثة إن شاء الله عيد الفطر ونريد أن نأخذ إجازة لطفلنا وكم يوم هاليوم أو يومين إلى آخر يعني تتفقون مع المعلم بالنسبة لباقي المقاطعات التي لم أذكرها يعني إذا كنتم تسكنون في باقي المقاطعات الأخرى شليسويك هولشتاين نيدا ساكسن بغندنبوغ ساكسن ساكسن أنهالت نود غين فيستفالن غين لاند فالس زاغلند بادن ويرتنبرغ بايارن تورينج ميكلمبوغ فوبهمن إلى آخر إذا كنتم تعيشون في أحد هذه المقاطعات فيجب عليكم أن تقدموا لطلب رسمي لأطفلكم طلب رسمي وخطي وكتابي وتوقعون عليه وتقدموه إلى الإدارة هذا يجب عليكم أن تعملوه يوم الاثنين إن شاء الله يعني الثالث من شهر ستة تذهبون إلى الإدارة تقدمون طلبا رسمي إما تكتبوه بأنفسكم أو سوف أضعه لكم في الأسفل رابط وجدته كنت أبحث لكم في الانترنت وجدته تقومون باستنساخ توقعون عليه وتقدمونه إلى الإدارة في عيد الفطر وعيد الأضحى تعملون علامة على عيد الفطر وتقدمونه بشكل رسمي كي تعرف المدرسة بأن طفلكم طفل مسلم وستحتفلون بعيد الفطر وترغبون أن يأخذ يوما كي يقوم بالعيد هذا بالنسبة للأطفال نفس الشيء بالنسبة لمن في الحضانة دائما تكلموا مع المجير أو تكلموا مع الأستاذ أو الأستاذة في المدرسة كي يعرفوا جميل جدا أن تخبرهم أحسن من أن يتغيب الطفل دون معرفة الأمر خبرهم سوف يتفهمون ولا يوجد أي مشكل بإذن الله بالنسبة للبالغين والكبار سوف نبدأ في البداية الناس التي تعمل مثلا أنا أصدقائي ماذا أعمل أنا أصدقائي أنا أقدم دائما على إجازة أقدم على إجازة من إجازاتي السنوية أتكلم مع المدير أخبره بإني أريد إجازة مثلا يوم التلتاء والأربعاء أو فقط ليوم التلتاء الناس اللي عندها عائلة كبيرة إلى أخر يحبون أن يضلون يومين في البيت أو ثلاثة أيام يجب أن تقدموا في هذا الحال على إجازة لأن القانون لا يعطي عطلة للمسلمين رغم أننا جزء من هذا البلد رغم أننا ندفع ضرائب لكن للأسف ليست عندنا إجازة رسمية لكن أصدقائي يمكن أن تقدموا على إجازة بالنسبة لأنا أتكلم مع المدير أخبره بأن يوم التلتاء سوف أحتفل بعيد الفطر وأريد أن أقدم على إجازة فأتكلم مع زملائي الألمان لأنه دائما يجب أن أبحث وأن أجد فاتخيت شخص ينوب عني في ذاك اليوم وأقدم على إجازة وأحصل بطبيعة الحال على إجازة لمدة يوم واحد أنا بالنسبة ليكفي يوم واحد يوم واحد إجازة إجازة عيد الفطر وخلص يعني أقدم على إجازة بالنسبة أو يمكن الناس أن تقدم على إيباشتوندن إما أغلاوب أو إيباشتوندن أباو الناس اللي عندهم ساعات إضافية كثيرة يمكن أن يقدموا عليها لكن تكلموا مع المدير واجلسوا مع المدير واشرحوا له بالنسبة ليوم واحد يكون الأمر سهل يستطيع الواحد أن يأخذ يوم إجازة واحد دون مشاكل إلى آخره من منكم يرغب بثلاث أليام فليقدم على إجازة ثلاث أيام الناس التي ما زالت مسجلة على الجوب سنتر وتذهب إلى ماصنامة أو تعمل كرس لغة إلى آخره أنصحكم بأن تتكلموا مع المدرسة التي تعملون فيها ماصنامة المدرسة التي تعملون فيها فيتابيلدونج أو كرس اللغة تتكلمون معهم وتشرحون الأمر إلى المجير أو إلى المجيرة إلى المعلمة أو إلى المعلمة تقولون لهم نحن صمنا رمضان ومسلمين إلى آخره ونحتاج إلى إجازة عيد الفتر تقدمون عليها بطلب كتابي اكتبوا الطلب نقدم على إجازة عيد الفتر يوم الثلاثاء الرابع كذا وكذا لأنه كذا وكذا وكذا وتوقعون باحترام تقدمونها إلى المدير ويعرفون بأنكم تغيبتم دون مشاكل حاولوا دائما أن تمشوا على هذه الطريقة الطريقة القانونية وهذا ما في الأمر أريد فقط أن نتقاسم هذا الأمر بكل حب واحترام نحب هذا البلد لأنه نعتبره وطننا وبلدنا نحترم قوانينه ولذلك نمشي أيضا على حسب القوانين أصدقائي شاركوا معنا في الموضوع وعيد فتر سعيد على الجميع بإذن الله نعيش في سلام نحب بعضنا ونحترم بعضنا شكرا على المتابعة السلام عليكم إلى اللقاء